بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لقاء الدكتور طارق شوقي في برنامج كان اسمه برنامج المواجهة واسئلة محرجة لسيد وزير التعليم ومنها انه هو كان اصلا مهندس وازاي هو اتولى المنصب او وصل لكده وتعالي نشوف الرد بتاعه هيقول ايه اول حاجة الراجل بيسأله بيقول له انت مهندس ما علاقتك بالتعليم ايه العلاقة اللي دخل دفده يعني تمام فرد الدكتور طارق شوقي وقال انه هو كان استاذ جامعي في امريكا وفي عام 94 ظهر الانترنت فكان الدكتور طارق شوقي بيستخدم الانترنت في وضع كرصات تدريس وتواصل مع الطلبة يبقى هو كان استاذ بيدرسلهم في الهندسة هناك تمام فلما ظهر الانترنت كان بيستخدم هو الانترنت ده عشان يوصل معلومات للطلبة هناك وبعدها بسنة قال اتشهرت في جامعة امريكا باستخدام التكنولوجيا في التعليم انه هو بدأ يستخدم التكنولوجيا الحديثة في مجالات التعليم وفي الوقت ده منظمة اليوليسكو اللي احنا بنسمع عنها طلبة الدكتور طارق شوقي عشان يشتغل معها قال كنت مسؤول عن الاشراف على تطبيق التكنولوجيا في 200 دولة او 190 دولة من سنة 2000 ل2013 يعني قعد 13 سنة شغال في المجال بتاع تكنولوجيا التعليم ان هو كده عاوز يقول ان هو ساب الهندسة خالص فبيقول بقى نظام التعليم الجديد اللي بدأناه من مرحلة رياض الاطفال هو انتاج لدراسة كاملة كل نمازج التعليم في دول العالم يعني هو قال ان احنا استنبطنا كل الدراسات الموجودة في دول العالم وطلعنا منها النظام ده وبيقول ان هو عندنا خبراء اخرجوا مناهج لحد تانية ابتدائي مميزة جدا ومنافسة لمعظم دول العالم في المنهج التعليمي بعد الرفق بقى هيتكلم هو عن اولا وتانية سنة ويخلي بالكم بس هو بيقول ايه بعد كده ربع بس داية بقى هيدخلوا متحان تقييم العالمي بتعملوا دول العالم يعني العيال اللي هم في اولا وتانية ابتدائي دلوقتي هيدخلوا بعد شوية اول ما يوصلوا ربع ابتدائي امتحان عالمي عالمي على مستوى العالم علشان نقص مستوى فهم الايه الطلاب طيب تعالوا بقى لما تيجي تتكلم عن اولا وتانية سنة قال ان احنا بنواجه فكر اولياء امور عايزين ولادهم ينجحوا مش يتعلموا واولياء الامور عايزين ولادهم ينجحوا مش يتعلموا وبيرفضوا ان احنا ندرب عيالهم على الفهم هم عايزين ينجحوهم وخلاص وعايزين نمازج امتحانات محلولة. يدخلوا الامتحانات ايه لقوها? وده مش هيحصل لان ولادنا مش بيوصلوا الجامعة ما بيعرفوش لا بيتكلموا عربي ولا بيتكلموا انجليزي ولا بيكتبوا صح. وبينجحوا في الانجليزي هو ما بيعرفوش يتكلموه. فطبعا هو وجه في النهاية كلامه وقال ان احنا لازم تزبروا علينا شوية. احنا مش قصدين نضايق الطلبة. ولا نزه او لا امورهم. ولا هنضيع مستقبلهم ولا حاجة. الموضوع عاوش شوية صبر. احنا بتدربهم على مهارة الفهم اللي عمرهم ما استخدموها قبل كده. فعايزين شوية صبر من اولياء الامور. تمام? طيب. وبدأ يتكلم عن الموضوع وعلاقته بالتعليم الياباني وبدءه وعلاقة التعاون الالماني على تطوير التعليم بيقول ان احنا مش ماشيين لوحدنا احنا ماشيين مع كزا دولة علشان نوصل اللي احنا عايزينه اللي هي النظر اه او 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 الوصول الى مستقبل مصر في الفين وتلاتين. فالمهم شرح بقى وبدأ يعرض ايه صور المدارس اللي هو طبق فيها النظام في الرياض الاطفال وكده. وما تكلمش كتير على اه بتوع اه بتوع تانية او تالتة سانوي بس رد على موضوع ده اللي احنا قلناه. شكرا والسلام عليكم